موضوعنا اليوم هو services in three dimensions. ادكتر ببعض المفاهيم اللي خطوها سابقا اللي هي الopen set و continue as function وخطوها في topology of the real. definition. a subset U in RN is called open. if X is a point and U, there is a positive number epsilon such that every point Y belong to RN within a distance of X is also an U. اذا ما هي الopen set? المجموعة الجزئية U من RN نسميها open. اذا او عندما تكون اي نقطة X من هذه المجموعة U يوجد رايح يوجد عندي عدد موجب اللي هو ابسلون بحيث ان كل نقطة Y من RN ضمن المسافة ابسلون عن X رايح تكون ايضا موجودة في U. باختصار اقول بانه U تكون open set اذا كان لكل نقطة او لكل نقطة موجودة في U يوجد مجموعة جزئية خلينا نرمزلها بالرمز U X. بحيث انه هذه النقطة X تنتمي الى المجموعة الجزئية U X وهذه المجموعة الجزئية U X موجودة او محتوى في U. اذا اعيد U هذه تسمى ب open set اذا كان لكل نقطة موجودة فيها يوجد مجموعة جزئية U X تحوي هذه النقطة وهذه المجموعة الجزئية محتوى في U. هذه هي التعريف ال open set. اذا U subset of RN is open. F لكل X ينتمي الى U يوجد Epsilon greater than zero such that الفترة X ناقص Epsilon و X زائد Epsilon محتوى في U. اللي هي يعني لكل X ينتمي الى U جد Epsilon بحيث انه هذه الفترة لاحظوا انه X X هذه الفترة هي جميع النقاط اللي عند X ضمن المسافة Epsilon ضمن المسافة Epsilon موجودة وين في U. او نقول لكل X يوجد هذه المجموعة اللي ممكن نرمزلها بالرمز U X بحيث انه X موجودة في هذه وهذه محتوى وين في U. كمثال على ال open set ال open interval A B من R. كل open interval هو open set. لاحظوا اي نقطة نوخذها في هذا ال interval رايحين نجد مجموعة جزئية يحوي هذه النقطة وهذه المجموعة الجزئية محتوى في هذا ال open interval اللي هو A B. definition. if X and Y are subsets of R N and R M. يعني عندي X و Y مجموعتين جزئيات. واحد الاولى X من R M و الثانية Y من R N. اما F from X to Y is set to be continue us at a point X belong to X. F points in X near X are mapped by F onto points in Y near F of X. طبعا اذا اخذت اي مجموعة عفوا اذا اخذت اي نقطة من هذه المجموعة X صورتها رايح تكون في Y نربزلها ب F of X. اذا عندي نقطة في X وصورتها في Y اللي هو F of X. الان هذا الفانكشن متى يسمى او متى نسمي continue us عند هذه النقطة اللي هي X. اذا كان كل نقطة بجوار او ضمن X رايح تكون صورتها بجوار صورة X اللي هي F of X. اذا كل نقطة بجوار X رايح يكون صورتها نقطة بجوار صورة X اللي هي F of X. الان F من X الى Y is continue us at X belong to X. F لكل Y is greater than zero يوجد Sigma اكبر من صفر بحيث انه U belong to X and normally U ناقص A اقل من Sigma و F of U ناقص F of A اقل من Epsilon. F is continuous if it is continuous at every point of X. يعني هذا الفانكشن يكون continuous اذا كان continuous عن جميع نقاط X. هنا احنا عن طير التعريف continuous في نقطة. هنا اذا كان هذا الفانكشن يكون عن جميع نقاط X عندها نقول بانه continuous function. if is continuous if and only if لكل open set V belong to RN او subset من RN there is an open set U subset من RM such that if maps U تقاطع X into V تقاطع و. اذا هذا الفانكشن من F يكون continuous اذا وفقط اذا تحقق الشرط التعليف وهو انه لكل open set من RN يوجد open set W برم بحيث انه صورة تقاطع U مع X رايح يكون V تقاطع Y. فان dois احنا عن سورة تقاطعيات مهم و. إذن O. إذا سورة تقاطع U and co from Y is continuous and bijective and if it is inverse AMA. إذن O. إذا سورة تقاطع C من Y إلى X WE is also continuous. ثم F is called homeomorphism and X and Y are set to be homeomorphic. هنا يعطينا تعريف الهوميومارفيز الـ if تكون هوميومارفيز متى إذا كانت أول شيء هي continue us bijective والـ if inverse إليها continue us إذن الهوميومارفيز لهذا الفنكشن هذا الفنكشن يسمى هوميومارفيز إذا كان أول شيء continue us bijective والإنبرس إليه أيضا continue us الآن نرجع لمفهوم الأساسي المفهوم الأساسي وهو اللي كان عنواننا وهو service ونأخذ تعريف definition a subset S of R3 is a service if for every point P belong to S there is an open set U and R2 and an open set W and R3 containing P such that S تقاطع W is هوميومورفيز to you إذن ما هو service أولا service هو مجموعة جزئية من R3 اللي هو رمزنانها بالرمز S إذن service هو مجموعة جزئية من R3 اللي رمزنانها بالرمز S لكن شو شروط أو ما هو الشروط اللي يجب أنها تتوفر حتى يكون S service وهي أنه كل نقطة تنتمي لهذه المجموعة S يعني هذه عندي S عندي نقاط مثلا هاي نقطة 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 إلى آخر أي نقطة مثل P رايح يوجد عن there is an open set U في R2 هذه المجموعة وأيضا مجموعة جزئية في R3 لنفرض هذه W بهاي الحالة ولما نأخذ هذه النقطة هذه W ولما نأخذ هذه النقطة هذه W بحيث أن تقاطع W مع S تقاطع W مع S لاحظوا فاي الحالة تقاطع W مع S في الدائرة هاي هنا في هذه الحالة تقاطع W مع S هذه الدائرة يعني هاي من هون هيك لانه هذي عندي اس وهذي عندي كله r3 تقاطع حوين اللي هو داخل هذا الخط بالنسبة لهذه بحالة هذه النقطة تقاطع و مع اس رايح يكون هون هاي حدود هاي حدود هاي حد هون يعني الجزء هذا الخارج ليس داخل وهون برضو الجزء الخارج ليس داخل اذا رايح يوجد عندي ايضا و بحيث تحوي النقطة بي و رايح يكون عندي اس تقاطع دابليو هومومورفك مع يو اذا المجموعة اس تكون سيربس اذا كان كل النقطة فيها رايح يوجد عندي يو من r2 و سبست دابليو تحوي بي سبست دابليو في rn تحوي بي بحيث انه تقاطع دابليو مع اس يكون هومومورفك مع يو في r2 برضو عادي اذا اس نسميه سيربس متى اذا كان كل نقطة في هذه المجموعة اس رايح يوجد عندي مجموعتين المجموعة الاولى اللي هي open set في r2 والمجموعة الثانية هي open set في r3 بحيث المجموعة الثانية اللي هي دابليو تحوي النقطة بي تحوي النقطة بي وتقاطحها مع اس يكون هومومورفك مع you وتقاطحها مع اس رايح يكون هومومورفك مع you يعني يوجد هومومورفيز سيجمة من you الى تقاطح إذن سيجمة من you الى استقاطح الو اللي هو هومومورفيز thus السيرفز comes equipped with a collection of هومومورفيز اللي هو سيجمة من you الى استقاطح الو which we call service patch or barometrization إذن هذا السيرفز رايح يجينا مزود بمجموعة من الهومومورفيز اللي هي هذه اللي هي سيجمة من you الى استقاطح الو هذه سيجمة رايح ينسميها بالسيرفز patch أو بالبرامترز وغالبا احنا رايحين نطلق التسمية الاولى اللي هي السيرفز patch definition the collection of all services patch is called the atlas of us طبعا احنا هنا رايح يوجد زي ما حكينا السيرفز comes equipped with collection of هومومورفيز هذه المجوعة من الهومومورفيز رايح ينسميها اضلس طبعا لاحظوا هنا رايح يكون عندي نقطة hi w رايح يوجد عندي w u تقاطع w هذه مع s هومومورفيز مع u معناته رايح يوجد سيجمة ايضا لو خدت النقطة هاتي b رايح يوجد u وعندي u رايح يكون بين تقاطع w و r3 هومومورفيز مع u وهذا النقطة وهكذا رايح يكون عندي مجوعة من هومومورفيز هذا كل هومومورفيز رايح ينسميه service patch وايضا هذا الكوليكشن هاو المجوعة من هذي الهومومورفيز نسميها باطلة نحن ناخد بعض الامثلة على السيرز المثال الاول وهو السيلندر let r اكبر من صفر and put sigma u v يساوي r cosine v r sine v و u طبعا عندي مجوعة r2 رمزت لنقاطها بالرمز طبعا بما انه u من r 2 راح تكون ثنائية الاحداثيات رمز الاحداثيات هم u و v فهذا service pass او الهومومورفيز رايح يجعل صورة u v يساوي وين في r cosine v r sine v و u طبعا لكل u و v belong to r to the image s of sigma is the سيلندر رايح يكون صورة u v هي عبارة عن النقاط الثلاثية الاحديثيات x y z التي فيها x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع اللي فيها x تربيع زائد y تربيع يساوي r تربيع لاحظوا هنا عني r تربيع cosine تربيع زائد r تربيع sine تربيع يطلع r تربيع عامل مشترك شو يظل عندي cosine تربيع زائد sine تربيع يساوي 1 أي أن r تربيع يساوي x تربيع زائد y تربيع ضمن الفترة اللي هي 0 و 2 المثال الثاني وهو الكون let lambda أكبر من صفر and sigma u v يساوي lambda u cosine v lambda u sine v و u طبعا هنا عندي في r 2 u اللي نقاط u v فكل نقطة في u v ينتمي إلى r 2 the image of sigma is the cone اللي هو نقاط ثلاثية الإحداثيات التي تحق x تربيع زائد y تربيع يساوي lambda تربيع زد تربيع يساوي lambda تربيع زد تربيع لاحظوا لو أخذت هنا هي x تربيع يو تربيع كسين تربيع زائد y تربيع اللي هي lambda تربيع يو تربيع سين تربيع لو أخرج عامل مشترك lambda تربيع يو تربيع يظل عندي كسين تربيع زائد سين تربيع يساوي 1 إذن في المحصلة نحصل على lambda تربيع يو تربيع الآن يو عبارة عن زد معناته رايح تكون lambda تربيع زد تربيع مثال الثالث وهو بيونة سفير بيونة سفير بحيث أنه sigma u v يساوي cosin u sin v cosin u sin v و sin u إذن هذه هومي مرفيز بهذا الصور أي نقطة في r 2 رايح يكون الاميج باي إليها باي sigma is the unit سفير بحيث أنه x تربيع ساعد y تربيع زائد z z تربيع يساوي 1 طبعا هون لو أخذنا cosin تربيع cosin تربيع زائد cosin تربيع sin تربيع زائد sin تربيع لاحظوا في الأولى وطلعت cosin تربيع عامل مشترك يظل عند cosin تربيع v z sin تربيع v 1 يطلع عندنا مربع الأول زائد الثاني يعطين cosin تربيع u مع sin تربيع u يعطين 1 و u b u تنتمي للفترة ناقص باي 2 وباي 2 و v تنتمي للفترة 0 و 2 باي هاي مجموعة من الأمثلة الثلاث على السيرفيز وكيف sigma يؤثر من r2 إلى r3 الآن if u subset of rn we see that a map f from u إلى rn is smooth if each of the n components of f اللي هي من u إلى r هاي components have continuous partial derivatives of all orders هنا يوضح لنا متى تكون هذا الـ smooth إذا كان جميع components اللي هم البارش الـ يكون لجميع الـ orders اللي ها تكون continue us الآن الـ partial derivative راحين نربزله بالرمز التالي partial derivative by u راحين نربزله بالرمز sigma u بالنسبة لv راحين نربزله sigma v طبعا المشتقة الثانية برضو نربزله sigma u u أو sigma u v و sigma v v أو sigma v u حسب الـ variable اللي مطلوب الاشتقاث بالنسبة له definition a service batch sigma من u إلى r3 is called regular if it is smooth and the victor sigma u and sigma v are linearly independent at all points u و v belong to u اذا يعطيني مفهوم regular بالنسبة ل service batch متى يكون service batch sigma هو regular اذا كان اولا smooth وكان المتجهات اللي تنتج من partial derivative بالنسبة ل u وبالنسبة ل v يكون linearly independent linearly independent اذكر بالlinearly independent بالنسبة اخذتو هذا بالجبر الخطي ان المتجهات تكون linearly independent اذا كانت الéquation اللي هي مثلا k1 sigma u زائد k2 sigma v يساوي zero has only the trivial solution هذا الشرط الثاني وهو linearly independent هو equivalent انه يكون عندي sigma u و sigma v v لا يساوي zero لاحظوا اني اثبت هنا linearly independent مش سهل لكن من السهل اني استطيع اثبات انه لا يساوي zero معناته حتى نثبت بانه هذول المتجهات اللي هي sigma u و sigma v ما علينا الا نثبت انه sigma u cross sigma v لا يساوي 0 at all points of u definition a smooth service is a service sigma who's atlas consists of regular service badge اذا هون يحطينا تعريف smooth service بانه هو عبارة عن service بحيث انه الاطلس له يحوي regular service badge نوخذ مثال على regular service badge example اللي تكون u يساوي theta و phi بحيث انه theta معرفة على الفترة مفتوحة سالة باي عثنين وباي عثنين وفي الفترة اللي هي صفر واثنين باي واستو هو xyz بحيث x تربيع زاد y تربيع زاد z تربيع يساوي الآن sigma عرفناها من u الى r3 بحيث انه صورة theta و phi هي cosine theta cosine phi cosine theta sine phi sine theta الآن حتى اثبت بانه هذا service هو regular لازم اثبت انه cross product partial derivative with respect theta وفي لا يساوي صفر فنجد partial derivative بالنسبة ثيتا وبالنسبة لفي sigma theta يساوي ناقص sine theta cosine phi ناقص sine theta sine phi cosine theta و sigma phi يساوي ناقص cosine theta sine phi و cosine theta cosine phi و zero ربع اذا خط cross product لهم يساوي ناقص cosine تربيع cosine theta ناقص cosine تربيع theta هنا ناقص cosine تربيع theta cosine phi ناقص cosine تربيع theta sine phi و ناقص sine theta cosine phi هنا لو اخذنا النور النور لهم طبعا الربع الاول زائد مربع الثاني زائد مربع الثالك تحت الجذر رايح بالمحصلة يساوي عننا الجذر التربيع الى cosine تربيع ويساوي مطلق cosine طبعا هنا cosine على هذه الفترة cosine theta على هذه الفترة المفتوحة لا يساوي صفر لا يساوي صفر وبالتالي رايح بما انه cross product لا يساوي صفر معناته السيجما او service patch هنا رايح يكون رقلا نحظة هنا يعني بعد ما نجد cross product يكفي انك تجد الانت اذا كان الانت لا يساوي صفر اذا بالتأكيد انه cross product لا يساوي صفر ومنها سيجما يكون عنا regular هذا موضوعنا لليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر